اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج شيخ زايد للإسكان الدفعة السادسة من قرارات المساعدات السكنية لشهر ديسمبر المقبل بإجمالي 495 قرارا تمويليا سكنيا جديدا بقيمة 392.1 مليون درهم منها 457 قرارا بقيمة 361.7 مليون درهم و38 مسكنا حكوميا بقيمة 30.4 مليون درهم يأتي هذا الاعتماد تزامنا مع احتفالات عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة وفي إطار استكمال السياسة الإسكانية الجديدة ضمن برنامج زايد للإسكان والبرنامج التمويلي الجديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليون درهم والذي تستفيد منه 13 ألف أسر مواطنة وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في مايو الماضي